وفي ظل تصعود حرب التصريحات وترقب المزيد من التصعيد في حراك الشارع الصدري كشفت مصادر السياسية عراقية عن وجود مساع يقودها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإعادة قنوات التواصل المغلقة مع تيار الصدري منذ أسابيع بالإضافة لمبادرات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وشخصيات دينية بن نجف وينطلق هذا التحرك من معطيات كثيرة بينها عدم رضاق قوى الإطار التنسيقي على موقف رئيس مجلس النواب من تعليق عمل البرلمان بلا توقيتات بديلة وثانيا وجود مصلحة مشتركة بين البيتين السياسيين الشيعي والكردي للخروج من الانسداد بأقل الخسائر مع قناعة كل الأطراف بأن العملية السياسية لا يمكن أن تبنى إلا بمشاركة وتوافق جميع المكونات والكتل السياسية وفي هذا السياق يقول القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي إن القوى الكردية تدعم موقف الإطار في الحوار الشامل بين كل الأطراف السياسية وتشكيل حكومة وإعادة جلسات مجلس النواب مقابل استحالة المضي في خيارات حل البرلمان وإجراء الانتخابات من دون حكومة ومجلس نواب يمارسان أدوارهما في التهيئة لأي خطوة دستورية قادمة